أكثر من شهر على اتفاق سوكولم ولم يتم إحراز أي تقدم في اتفاق الحديدة وبات من الملاحظ أن الأمم المتحدة اتجهت حاليا نحو نافذة تعز دون الإفصاح عن أسباب تعثر تنفيذ بنود الاتفاق الأممي في ملفي الحديدة والمعتقلين وفق الحكومة فإن التحضيرات تجري لفتح قناة محادثات حول تعز وصرح وزير الخارجية خالد اليماني لصحيفة الشرق الأوسط بأن المبعوث الأممي ينسق لإجراء لقاء مشترك للجنة تفاهمات تعز موضحا أن النقاش سيكون حول فتح الممرات الإنسانية المغلقة من قبل ميليشيا الحوثي ومع أن تعز في تفاصيل بنود اتفاقية السويد قضية تفاوض حول الشان الإنساني إلا أن التفاهمات حولها ربما تلقى نفس مصير الحديدة والمعتقلين فميليشيا الحوثي بتأكيد خالد اليماني خلقت الكثير من العراقيل أمام تنفيذ اتفاق سوكهولم عبر محاولات تفسيره بطريقة لا تتفق مع القانون اليمني والمرجعيات الدولية الوقائع الميدانية والدبلوماسية تشير إلى أن المحاولات الأممية في اليمن تصطدم بتعنت الحوثي ويبدو مستغربا في ظل تعثر إجراءات بناء ثقة توجه الأمم المتحدة نحو الحديث عن جولة قادمة للمشاورات ما يفتح نوافذ للتساول حول الفائدة التي تجنيها الأطراف الدولية والإقليمية من إطالة عمر الأزمة اليمنية الراهنة ترجمة نانسي قنقر